موقف المرجعية الدينية العليا في كلمتها أمس حين شددت على الإسراء بتشريع قانوني لانتخابات ومفوضيتها نتابع والمرجعية إذ تؤكد على ما سبق منها تشدد على ضرورة الإسراء في إنجاز قانوني لانتخابات وقانوني مفوضيتها لافتا تحذير المرجعية للحكم من أن استمراره بسفك الدماء يعني زوالة نتابع ممكن أن يؤدي سفك الدماء إلى ضعف الحكم ووهنه بل قد يؤدي إلى زواله كرر ترحيب بك سيد أحمد حقيقة لبدأ من حيث انتهى السيد الشيخ مهدي الكربلائي كان جملة هناك من قرأها على أكثر من نحو أنت كيف قرأتها لجهة إن استمرار سفك الدماء يؤدي إلى زوال الحكم نعم بدأ أن تحيتي لك سادة علي وفرصة طيبة أن نلتقي بك شكرا وجاهة بعد فترة طويلة وجمهوركم الكريم أنا بمعرفتي الحقيقة من خلال متابعتنا كل الشيء العراقي والمرجعية هي ذات يعني مساحة كبيرة لها في الشيء العراقي السلي معها أو ضدها النتيجة يجب أن تهتم بهذا الأمر المرجعية الدينية لديها قلق القلق بالشكل الآتي قلق على وجودها كمرجعية تقليدية وأنه اللي حصل الحقيقة وإحنا يمكن ثبتنا من أول لحظة ثبت ثلاث أشياء هذا الحراك أو التضاهر نحن صحيح اليوم نريد نتحدث عن أحداث أسبوع لكن لا يمكن فصلها عن الواقع التاريخي اللي شكلتها يعني انتفاض التشريح لا دور المرجعية أيضا جزء من هذا اللي يحصل ولا تستطيع أن تغفله لذلك المرجعية الدينية قلق ذاتي أنه المقدس اللي سقط في مساحة كبيرة منه واهتز في أركان مهمة منه يشملها لأنه الجمهور العراقي وأنا أتحدث معك بكل صراحة الجمهور اللي خرج معظمه هو من أتباع المرجعية وبالتالي يوجه النقد باطن لأنه هذه الطبقة السياسية وما ارتكبته الحقيقة من خطايا بحق العراق ومن تدمير لوضع العراق بكل زوايا تتحمل المرجعية جزء منه في لذلك حاولت منذ اللحظة الأولى منذ الخطبة الأولى بعد يوم 25 تذكر جنابك أن تبعد نفسها عن هذا الموضوع وقالت احنا تحدثنا عام 2005 للأمانة هي بعيدة عن الحكومة من فترة طويلة وليس من وأكدت هي هذا في أكثر مرة قالت احنا غلقنا الأبواب وش السياسيين وكذا لكن الجمهور عنده عنده عتب من وجه ثاني لثقلها في المجتمع يطالبها الحقيقة بأن تصطف معه ضد الفاسدين وهذا طبعا حصل في الخطب اللي قبلها سالبعض ما يعرف يقرأ يجوز أو فهم قرأته يعني فهم قرأته كان بنوع من الانفعالات بما يتعلق بخطبة أمس طبعا خطبة أمس كانت خطيرة جدا يعني هو أين وجه الخطورة يعني حذر الحقيقة إلى عودة لتاريخ العراق الماضي قرأت هكذا في كثير من المراكز المهمة وأنا شخصيا قرأت هكذا هو بعد ما المقصود بالماضي عودة المعادلة عندما قال زواله والعودة للآخرين وانتقاله للآخرين كلمة آخرين فسرت أنه عودة إلى الماضي قد يقصد كابينة حكومية مختلفة لا هو تحدث على الحكم وليس الحكومة عندما قال زوال الحكم وذهابه إلى الآخرين ممكن إذا تعيد هذا تكمل الرشز راح تشوف هاي العمارة وقفوا عدها الكثيرين هسا البعض للأسف تحدث بشكل طائفي قال سوف يذهب الحكم من طائفة إلى طائفة البعض قال قد تعود البعض بهذا الشكل نعم يعني يحمل هذه الوجوه وهذه خطيرة جدا الحقيقة بمعنى المؤشرات التي لدى المرجع هي ليست مرجع المؤشرات التي لدى الحكومة الحكومة تحاول تتحدث عن مظاهرات يسميها الآخرين يسموها انتفاضة البعض يسميها الثورة تريد أن تتعاطى مع هذا الحدث هو يتعاطى مع الحدث الكلي بمعنى الاقليمي والمحلي والدولي لأنه يقرأ الآن في تحول في وجهة نظر العالم تحديدا عن ما يحصل في العراق وفي رفض حقيقة في المجتمع الحر وانا هنا ما تحدث عن الامريكان كسياسة وانا ما تحدث عن المجتمع الحر كله في أوروبا والعالم في رفض وهذا حصل نعم بس اللي قال لفت انتباهي انه هو ركز على كلمة القتل أنا كنت أتمنى عن سفك الدماء عن سفك الدماء نعم تحدث وكأنما فيها إشارة أنه الموضوع تعدى موضوع القتل وصار بسفك الحقيقة وهذا السفك بمعنى هو مجزرة بالنتيجة الأخيرة سيوصل إلى مسألة مجازر الآن ترتكب دينيا أخلاقيا قانونيا ما الذي يترتب على استخدام هذه العبارة سفك الدماء شرعيا يقف عليها الحرمة وأن يحدد وهو تبع ذلك بقوله حرمة الدماء ولكن يجب أن يحدد هذا يمكن يحصل في الأسابيع القادمة لأنه أنت لا يجوز لمن تخاطب الآن في حرمة سفك الدماء يجب أن يكون هناك محدد الحكومة ألقتها برأس الطرف الثالث وتعرف هذه القصة سببتنا أشكالية حتى على مستوى الإعلام كيف التعاطي معها المرجعية الدينية لا تستطيع أن تسقط الحكومة لأن الحكومة اقترانت بالحكومة الآن هذه هي الأزمة التي تعيشها التاريخية الحكومة حتى خطاب المرجعية يوجه المسؤولية إلى الحكومة قبل غيرها قبل غيرها مقترنة بالحكم الآن الحاصل حتى عملية استبداد عادل عبد المهدي على سبيل المثال في مخاوف لدى الطبقة السياسية بعنوانها كله أنه إذا إذا عطينا عادل عبد المهدي ككبش فداء لإرضاء الشارع سوف لن تقف عند هذا الحد ولذلك اقترن سقوط الحكومة بالحكم الآن وهذه هي الأزمة انخلقت جديدة هذه هذه الأزمة ليس فقط مطالب الشارع بإزالة الطبقة السياسية وإسقاط النظام والدستور ما شابه ذلك الآن المعادلة هكذا رتبت وهذه يمكن هي فرصة استمرار السيد عادل عبد المهدي بالحكومة البعض يتسائل حتى أمريكيا الآن عملية استبداد عادل عبد المهدي قد يأتي شخصا قريبا أو ملتسقا بإيران وبالتالي يصعب التعاطي معه الآن إلى حد ما عبد المهدي تستطيع أمريكا أن تمرر من خلاله بعض الأشياء ويعطيك أرقام مرره مسألة الإنترنت مسألة الخطف مسألة يعني الاعتقالات بما يتعلق أربع أرهاب وكذا اللي صدرت هذه القوانين يعني قد نأتي إلى مناقشة طبيعة علاقة هذا كله الحقيقة أدرش بهذه الكلمة مال زوال الحكم يعني هذه الكلمة أنا بالتقديري طيب إستاذ أحمد حقيقة ما تفضلت بمهم لجهة هذه الانتقالات في مواقف المرجعية من مرحلة إلى ما قالته أمس عبر ممثلها الشيخ الكربلعي في الجزء الأول الذي تحدث فيه الرجل قال الإسراع بتشريع قانوني الانتخابات ومفوضيتها بمعنى إن لا بد من انتخابات مبكرة لا بد بمعنى إن وجودكم اليوم كسلطتين تنفيذية وتشريعية زائل نعم بمعنى لازم تسوي انتخابات جديدة انتخابات جديدة من يقرها لازم تحل الحكومة طبعا الآن نتحدث أنا وإنتا أستاذ علي والجمهور نحن نتحدث سياسة بعيدا عن المقدس وأن المرجعية شي تريد المرجعية تعلم أنه هذا لن يرضي الشارع لأنه نفس رحم الفساد اللي راح يشرف على إنتاج قانون الانتخابات وينتج مفوضية الانتخابات بكل تأكيد سوف ينتج نفس المعادلة أكيد يعني هذا ما فيها يعني هذه المتشبثين بالسلطة صحيحة الضغوط والشارع بدليل هناك من يرى يعني مشروع قانون الانتخابات المقدم حقيقة في مشاكل وعليه ملاحظات كثيرة نعم وبالتالي هذا القانون إذا انطبق قوي المصلحة يعني مصلحة الطبقة السياسية الحالية راح يمروه وراح يمروه المفوضية بنفس الطريقة قد تكون أسوأ المعادلة فيما بعد ونفس الشي راح تنتج برلمان وبرلمان يجيب حكومة وفق المحاصصة والمغانمة ما سوينا شيء الشارع سبق هذه المراحل يعني الشارع أنا أسأل لي عنده وعي أتحدث عنده وعي سياسي ونحن عدنا شارعين لان شارع هو المعبّر اللي طالع بها العنفوان واللي تحت يعني ظروف المحنة ونتاجاتها وأكون شارع لا حتى أنت من جنابك والمعلامين المندقين مع القضية العراقية اللي يكتبوا عندهم معي سبقوا قالوا هاي ما راح تنحل نحتاج إلى ضامن والضامن يجب أن لا يكون محلي هذا ما أشارت له في حين يمكن أكثر كان لا يعني في لقاء في لقاء السيدة بلاس خارت مع السيد علي السستاني مع المرجع اللي على في الأسبوع قبل الماضي حقيقة كانت الإشارة واضحة أن أولا الاستقبال الاتفاق البيان الذي ألقته السيدة بلاس خارت يوحي بأن هناك مباركة من قبل المرجعية لأي دور تقوم به الأمم المتحدة لكن هل يصل إلى دور الإشراف وبالتالي وبالتالي تعرف الإشراف جنابك ماذا يعني الإشراف الدولي أي أنه هو يحدد مدى نزاهة الانتخابات من عدمه وبالتالي هو الذي يكون مشرفا على تشكيل المفوضية ومشرفا على كل أدوات الانتخابات هناك أيضا أن أقول لك هاجس آخر سيد أحمد وتمنى منك التعليم حقيقة هناك من يرى أن تاريخ الأمم المتحدة في العراق هو تاريخ الفساد المطلع نعم 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 منظمة كانت فاسدة أثناء تطبيق العقوبات على العراق في التسعينيات القرن الماضي وأكثر فسادا فيما تلاها بحيث إنها حين تأخذ أموالا لنفترض ألف دولار لنفترض لتسيير مشروع معين تصرف 750 منه على موظفيها صحيح وبالتالي لا يصبح قيمة هناك لإن مشروع وأضيف لك شيء آخر هناك أدلة الأدلة موجودة عند المهتمين تتعلق بقضايا الرشعة التي دفعت إذن إذا اتفقنا على هذا أو يعني يبدو هذا الكلام له شيء من الصدقية كيف يمكن الوثوق لمؤسسة أنا بس أشرح لك هاي بالنسبة للكونفوي اللي موجود في العراق هو ليس صاحب قرار أنا أقصد الممثلية ممثلة الممتحدة متهمة بشكل مباشر وفيه كلام في ساحات التحرير وصل إلى أعلى المسامع صحيح ما يتعلق بالأسخار تتهمت بشكل مباشر السيدة الأمنة عملت ما لم يفعله السياسيين العراقيون على الأقل نهاد ذهبت إلى ساحات لكن هي بتويتر واحد خسرت الحقيقة ودج جمهور وهذه واحدة اثنين في موظفين في حاشيتها متهمين أيضا هذا موضوعنا الكونفوي هذا الممثلية اللي موجودة في العراق دورها استشاري إلى الحكومة العراقية العراقين عندما يتحث طبعا هي ما عندهم كثير عندهم نقص خبرة بالقانون الدولي احنا نتحدث عن الجنرال اللي هو الأمم المتحدة في نيويورك هذا هو المقصود بالتمثيل الأممي بس أنت مرة تقول تمثيل أممي ومرة تقول إذا فقدوا اهتزت ثقتهم بالتمثيل الأممي فبالإمكان طلاعي الثورة اللي راح تظهر تتحدث عن تمثيل دولي ولا يكون هذا تمثيل الدولي أمريكي ممكن دول صديقة العراق الفكرة أنه يوجد ضامن مقبول مو من الطرف السياسي والطرف الشعبي لا يكون مقبولا بانطباقه مع معايير الدولية هو هاي الفكرة كيف يحصل هذا لازم يعني هسا نطلع موضوع آخر بس هو بثلاثين ثانية لازم تطلع الطلائع من غيرها ما راح يحترمنا العالم من غيرها ما راح يتم التعاطي والتفاعل مع هذه الحراكة اللي يحصل بالعراق بقاها بهذا الشكل الميت جارف عندما يستقر يصبح مي آسن آسف لهذا التعبير لكن هي المعادلة الفيزيوية كيف توجد مناخات لازم هم يعلموا الناس بما أنه علموهم فن وشعر وبداعاتهم في التحرير وغير التحرير يجب أن يروحوا يذهبوا إلى الدمقراطية كممارسة فيما بينهم أن يضعوا صندوق ويختاروا هل تضع هذا ما يشبه الشرط اللازم لإنجاح يتحرك مستقبلي لا ما راح يتعامل مع من يتعامل حال جنابك اليوم كلفت بمهمة مثلا متابعة الشيء العراقي بحاجة إلى أن تتعاطى مع قدرات سياسية وفكرية صحي الله موصح جلال نائلهم مو مزايدة هم قدموا شيء تعرف جنابك يعني فاجأوا العالم مو صحيح لكن بقبال ذلك الخبرة السياسية مطلوبة هنا يأتي دور النخب يجب أن تتحرك في هذه اللحظة مو حتى تسقط حكومة وتجيب آخر لا حتى تنتج العراق الجديد قائمة على ثلاث شغلات سوتها انتفاضة تشرين هي أولا كما ذكرت لك سقوط المقدس ليس بعنوان الديني السياسي وحتى الاجتماعي والثاني الحقيقة هو إعادة انتاج الهوية الوطنية على أساس غياب الطائفية والثالث المهم الحقيقة أنه ما كان يتحدث عنه عن نفوذ إيراني وسيطة إيرانية الآن سوري لهذه العبارة أنا ما أتحدث بطائفية لكن المجتمع اللي كان تعتبره إيران هو رصيدها المضمون تبخره وأصبح هو يونادي هذه الثلاث ركائج هذه مهمة جدا أن نؤسس عليها لمشروع وطن هذه ثلاث تحولات أو ثلاث التحولات كبرى حقيقة